اشتركوا في القناة عن صدارة المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة واشار جيمس كلابر مدير المخابرات القومية الى انه لا مجال للمبالغة في التأكيد على اهمية المخاطر في الفضاء الالكتروني وهون كلابر في شهادته من احتمال وقوع هجمات كارثية على الولايات المتحدة من جانب مهاجمين عن طريق الانترنت او متشددين اجانب او محليين في المستقبل القريب لكنه حذر من محاولات استخدام السعين الى هذه الهجمات الحصول على اخر مسجدات التكنولوجيا اللازمة لهم من السوق السوداء يستخدم عدد متزايد من اللاعبين الدوليين وغير الدوليين خبراء الانترنت ويطبقون التقنيات وقدرات الانترنت للحصول على اهداف استراتيجية عن طريق جمع معلومات حساسة من شركات القطاعين العام والخاص متحكمين في محتوى وتدفق المعلومات ومتحدين المعوقات المعروفة في الفضاء المعلوماتي هذه القدرات تعرض بلادنا للخطر وكان اليكزندر قائد القيادة الالكترونية بالجيش الامريكي قد حذر الثلاثاء من ان الهجمات الالكترونية على الشركات الخاصة لا سيام القطاع المصرفي الامريكي تزداد سوءا وتوقع اليكزندر زيادة حدة وعدد الهجمات بدرجة كبيرة خلال العام الجاري وكشف قائد القيادة الالكترونية عن ان الجيش يعزز فريقه الخاص بمواجهة الهجمات الالكترونية باضافة افراد من مختلف قطاعات الجيش ومن المدنيين جيهان لطفي رايترز